السلام عليكم ورحمة الله درس اليوم رياضيات للصف الأول متوسط عندي حل تأكد من فهمك صفحة 97 خصائص المتباينات خصائص المتباينات أولا يقول مثل مجموعة الحل للمتباينة التالية مثل لمجموعة الحل للمتباينة التالية على مستقيم الأعداد اللي هي X ينتمي إلى Z فناخذ أولا ناخذ أولا هذه أولا يقول X أصغر من الثنين X أصغر من الثنين المثلة على مستقيم الأعداد المثلة على مستقيم الأعداد هنا لدينا الثنين نقول شوفوا هنا هي الصفر هنا ال و الصفر وهنا الواحد وهنا الاثنين الاثنين وهنا اعتيادي إلى سالب واحد سالب اثنين وإلى آخره فعدي اثنين إذن هنا نخلي الدائرة مفتوحة لأن ما عدي يساوي هذا الحل مالة أول نقطة يعني ما بها شيء بس مجرد أرسم وعين النقاط يقول لك X أكبر من خمسة نرسم على مستقيم الأعداد شنية الأكبر من خمسة شوفوا يعني هسا هذي منه هاي النقاط سالب اثنيا وسالب ثلاثة يعني من جهة هذا المستقيم حيصير من هاي الجهة هسا عندنا الـ X أصغر أكبر من خمسة هذي هذي مفتوحة هذي خمسة وهنا نقول الستة السبعة الاثمانية والتسعة ها عيني هاذا الحل مال النقطة الثانية الحل للنقطة الثانية زي نجي على ثالث ثالث يقول لي X أصغر من سالب أربعة نرسب على مستقيم الأعداد اللي هذي نقول سالب أربعة طبعا هذي هيصير مفتوحة سالب أربعة وهنا سالب خمسة يعني من هاي من هاي الجهة وهنا نقول سالب ستة والدائرة مفتوحة لأن ما عدي يساوي هاذا حل النقطة الثالثة هيصير من هاي الجهة زي نجي على رابعا رابعا مطيني X أصغر أو يساوي من سالب ثلاثة هاذا هيصير مغلقة لأن عدي أصغر هنا حصير شوفو مغلقة مو مثل هذي المفتوحات هذي سالب ثلاثة نقول هنا هي صالب ثلاثة بعدين يا هي صالب أربعة أو صالب خمسة أو صالب ستة من هاي الجهة زي نجي على خامسة خامسة نقول X أكبر أو يساوي من صفر هاذي X أكبر أو يساوي من صفر يا هي الأكبر هاذي الصفر هاذي الصفر هنا الواحد هنا الاثنين هنا ثلاثة وهنا الأربعة إذن نخليها الصفر مغلقة لأن عدي هنا يساوي هاذي الحل يعني أكبر من صفر الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة هاذي الحل مغلقتها نجي على سادس يقول لي X أك أصغر أو يساوي من الثلاثة نرسم هنا هنا الثلاثة هنا عديت تكون الواحد هنا الثنين وهنا الصفر وإلى آخر ويعملنا هالحيسين زين عيني فحيصير هنا مغلقة نقول الثلاثة هيصير معما اثنين هنا واحد وهنا صفر وهنا نقول سالب واحد وهنا سالب اثنين هذا هنا اش راح سوي اقول ثلاثة اكبر من واحد واقول هنا ثلاثة زائد اربعة اكبر من واحد زائد اربعة ثلاثة زائد اربعة سبعة اكبر من خمسة ثلاثة 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 اي زائد س يعني نقول اي زائد س اكبر من ب زائد س شفو هذا حل يأتي السبعة اكبر من الخمسة ثامن ثامن يقول اي ناقص اكبر ويساو من يعني اقول مثلا ثمانية اكبر من خمسة ها عيني اخلي يقول لك اي اكبر او يساو من ب يعني اقول ثمانية ناقص ثلاثة اكبر ويساو من خمسة ناقص تلاثة ز هنا ثمانية ناقص ثلاثة اكبر و applies ناقص ثلاثVE هذا الحل بسيط ما بيشيه وسهل بس مجرد نطلق الأرقام على المتغيرات A و B نجي على تاسع يقول لك A و C أكبر من B و C فإن C أكبر من صفر و A أكبر من B إذا كان A و B و C ينتمي إلى Q يعني هنا C يقول لك أكبر يعني موجب أقول مثلا 12 أكبر من 5 وهنا أقول 12 في 3 12 في 3 أكبر لأنه قايا اللي B و C يعني ضرب 12 في 3 وأقول 5 في 3 12 في 3 36 أكبر من 15 هذا الحل مؤمنت هاي تاسع نجي على عاشرة عاشرا قايا اللي A على C يعني هنا كسر A على C كسر مثلا نقول لك 25 أكبر أو يساو من 15 أقول 25 على 5 نين هو قايا اللي كسر أكبر أو يساو من 15 على 5 نقول 5 أكبر من 3 هاي بيها واحدة هاي بيها ثلاثة هاي بيها وحدة هاي بيها خمسة إذن 5 أكبر أو يساوي من 3 هذا الحل عاشرة ها عيني هذا الحل عاشرة نجي على الداعش يقول لك الداعش تدرب حل التمرينات X أكبر X أكبر أو يساوي من سالب واحد سالب واحد لا أي X أكبر أو يساوي من سالب واحد نعم وهنا أدي X أكبر أو يساوي من سالب واحد فهي سيقول أكبر ويساوي من سالب واحد نقول نرسم على مستقيم الأعداد نقول نرسم هنا أخلي مغلقة أقول هنا السالب واحد وهنا الصفر الواحد والاثنية والثلاثة هذني الـ 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 12 الـ 12 مضطيني X أكبر أو يساوي أصغر أو يساوي من سالب 9 هم نرسم على مستقيم الأعداد أقول هنا السالب 9 السالب 10 السالب 11 و السالب 12 فمنا هاي حيصير نجي على هاي 10 11 و 17 نجي على 13 السالب 13 السالب 13 السالب 13 سيقوم بعمل 17 نجي على السالب 13 قاعدة قاعدة X أكبر من السفر بس مجرد هنا نقول هذا السفر وهنا الواحد وهنا الاثنين وهنا الثلاثة وهنا الاربعة هذا الحل سيقوم بعمل 17 سيقوم بعمل 17 سيقوم بعمل 17 سالب 5 سالب 6 لا لحظة لحظة خمسة هي مو سالب تمام لحظة سالب 5 سيقوم بعمل 17 أكبر أو يساوي من خمسة بينما ما سأفعل سأقول الأكبر أو يساوي من خمسة هنا الخمسة مغلقة وهنا الأربعة وهنا الثلاثة وهنا الاثنية هذان هي سورا يعني منا هذي الأربعة عشر نجي على الخمسة عشر الخمسة عشر قايل لي اي زائد سي أكبر ويساوي من بي زائد سي اي زائد سي اي زائد سي اي زائد سي أكبر أو يساوي نعم اي زائد سي أكبر أو يساوي من بي زائد سي فإن اي أكبر أو يساوي من بي نعم هذي شون أحله أحله أقول مثلاً نعدي الثمونة عشر أكبر أو يساوي من الخمسة عشر هذا الحل الخمسة عشر نجي على الله الصطعش قال لي أي ناقص بيه hooked ناقص بي أو أكبر من بي ناقصي تمام هذا ال16 أقول مثلا عندنا خلنا غير اللون 13 أكبر من 7 أخذي 13 أكبر من 7 وقولي 13 ناقص 4 أكبر من 7 ناقص 4 13 ناقص 4 9 أكبر من 3 هذا الحل 16 المترجم 7 الـ 13 أصغر من يعني السالب A أصغر من B السالب مثلاً أقول هذا الـ 17 أقول 8 أكبر من الاثنين وأقول 8 في سالب 3 أصغر من 2X ناقص 3 8 في سالب 3 سالب 24 أصغر 2X ناقص 3 2P طبعاً هاي مو XP 2P ثلاثة سالب 6 يعني سالب 24 أصغر من سالب 6 يعني السالب كل مال يكبر يصغر هذا الحل مال 17 نقص 17 نجي على الـ 18 الـ 18 قايل لي A على C وأكبره يساو من B على C مثلاً نأخذ الـ 32 أكبر من 16 وأقول 32 على 4 أكبر من 16 على 4 أكبر أو يساوي طبعاً أي أكبر أو يساوي فأقول هنا ثمانية أكبر ويساوي من 4 هاي بيها وحدة هاي بيها ثمانية هاي بيها وحدة هاي بيها أربعة هاذي الـ 18 نجي على التسعةici يقول A على C أصغر من B على C يعني شلون أقول مثلاً هاي بيها سالب أكبر من خمسة وعشرين أصغر سوري هذه أصغر من سالب خمسة نختصر هاي بها سالب واحد وهاي بها خمسة هاي بها سالب واحد وهاي بها عشرين إذن شاقول أقول سالب عشرين أصغر من سالب خمسة هذا الحل أسا ننتقل إلى صفحة ثمانية وتسعين فدمرة خلينا نحلها تدرب وحل مسائل حياتية يلا عيني تدرب وحل مسائل حياتية رقم عشرين رقم عشرين مطيني الرسم هنا سالب خمسة وهنا سالب أربعة وهنا سالب ثلاثة وهنا سالب اثنين نقول هنا سالب واحد وصفر واحد واثنين يقول هذه الأعداد الصحيحة هي زت وهو يقول تمثل مجموعة الحل المتمائنة في الأعداد الصحيحة إذن زت فش يقول بالفراغ أقول أصغر أصغر من سالب اثنين هذا الحل مالتها رح يصير على هاي الجهة معيني هذا الحل مال رقم عشرين نجي على واحد وعشرين واحد وعشرين الاشي حيصير هو مطيني واحد واثنين وثلاثة واربعة إذن أقول اكس أكبر من واحد هاي الفراغات اللي نخليها بس نجي على الاثنين وعشرين الاثنين وعشرين أقول اكس أصغر أو يساو من صفر نشوفو الحد الصفر هاي الثلاثة وعشرين الفراغ شي خليله مطيني الاثلاثة وعشرين مطيني المصفة من سالب واحد للثلاثة إذن شاقول يعني من هاي الجهة شوفو يعني مين من هاي الجهة الرسم من هاي الجهة إذن شاقول هو سالب واحد وصفر إذن أقول اكس أكبر من سالب واحد هاي الاثلاثة وعشرين نجي فكر 24 فكر 24 يقول لك سالب 45 أكبر أصغر من سالب 21 أي سالب 3 في 15 أصغر من سالب 3 في 7 تمام هاش لون أحلة هنغير اللون يعني أقول مثلا نشوفوا هيش هيصير هيصير هنا الكيو وهنا ينتمي وهنا سي وهنا ب وهنا اي وهنا ب وهنا أكبر من اي وهنا صفر أصغر من سي فإن دخلنا أكملها هنا أي في سي أصغر من بي في سي هذا الحل مالتها شوفوا الشام هيصير هذا الحل مالتها أريد بالرموز هسا 25 أصحح الخطأ كتب أنوار الخاصية الآتية أي على سي أكبر أو يساول من بي على سي فإن سي أصغر من بي أو أي أكبر أو يساوي من بي إذا كان أي و بي سي ينتمي إليك يحدد خطأ أنوار وصححه الخمسة وعشرين خلينا نحلها شوفوا احنا قلنا دائما السي إذا أصغر من صفر يعني سالب أقول أي على سي أصغر أو يساوي من بي على سي هذا الحل بسي ومو قايل لي قايل لي أي على سي أكبر إذا بسي أي على سي أصغر أو يساوي من بي على سي زي ها 25 نجي على الستة وعشرين نقول حدد خطأ أنا واره صححه هذا الصحيح حس عددي يقول اكتب متباينة تمثل العبارات الآتية مجموعة كل الأعداد النسبية التي أصغر من أو تساوي العدد سالب خمسة أقول X ينتمي إلى Q حيث X أصغر أو يساوي من سالب خمسة وست المجموعة هاي أولا الثانية قايل مجموعة كل الأعداد النسبية التي أكبر من العدد صفر إذن شقول أقول X ينتمي إلى Q حيث X أصغر من صفر وست القمس هذا الحل مالتها X ينتمي إلى Q حيث X أكبر من صفر هذا الحل أصغر من صفر أصغر من صفر أصغر من صفر